سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أذيت وأهلي سنوات عديدة من ساحر سحر وما زلت إلى الآن في تأثر من سحر حتى كشف الله لي أمره وأنا متوكل على الله كما قال جل وعلا أليس الله بتاف عبده والسؤال هل علي إثم إذا بلغت عن هذا الساحر أو هل ينقص شيء من إيماني أول شيء ما هو كل شيء سحر الأمراض كهيرة قليل يكون معصابك مرض من الأمراض لكن إذا تأكدت أنه سحر وعرفت الساحر والساحر مستمر يفتر الناس عليك أن تبلغ أما إذا كان قطرت السحر وتاب منه فلا تبلغ عنه وأنت عالج نكتك بالقرآن والأوراد